لحظة تاريخية باتت أقرب أكثر من أي وقت مضى خطوة جديدة تستعد لها تركيا في رحلتها نحو الفضاء مع إطلاق أول قمر صناعي مصغر يحمل اسم جريزو 263-E ويرمز اسم القمر الصناعي التركي لمائتين وثلاثة وستين عامل تعدين لقوا مصرعهم في انفجار منجم بولاية زونجلداغ شمالية تركيا في الثالث من مارس آذار عام 1992 وبدورها قالت قائدة طاقم المشروع الذي ينفذ بجامعة بولانت أجاويد في تركيا إن الجامعة تفازت بالمركز الثاني على مستوى العالم عامي 2018 و2019 على التوالي في مسابقة الأقمار الصناعية التي أقيمت تحت عنوان جانسات كومبيتيشن بدعم الجمعية الأمريكية العلوم الفضاء ووكالة ناسا الفضائية وشركة لوكهيد مارتن للصناعات العسكرية وشركة سيمينز ومعمل أبحاث البحرية الأمريكية وذكرت قائدة طاقم المشروع أن هذه الفرق أسست محطة أرضية تمنح القدرة على الاستماع إلى الأقمار الصناعية التي تعمل على ترددات في مدار أرضي منخفض مؤكدة أنهم قد توصلوا إلى اتفاق مع شركة سبيس إكس لإرسال القمر التركي إلى الفضاء بواسطة الشركة ألبا أوربيتل ومقرها إسكوتلندا ويحمل القمر الصناعي المصغر ابتكارا تكنولوجيا مهما جدا من أجل الدراسات في مجال الفضاء وفي حال نجاح اختبار جميع أنظمة القمر الصناعي الذي يبلغ وزنه 250 جراما فإن تركيا تهدف بهذا إلى تصدير التكنولوجيا ذات القيمة المضافة المرتفعة إلى الخارج في المستقبل ويتكون القمر الصناعي من أربع أنظمة فرعية تشمل الحاسوب وحادي اللوحة أوبي سي والطاقة الكهربائية ABS وأنظمة الاتصال وأنظمة الاستقرار المغناطيسي بي ماك ويتمثل هدفه الأول في إحداث عملية اتصال ناجحة بين الفضاء والأرض من خلاله وضمان بقائه في المدار السليم عن طريق الأنظمة المغناطيسية ويتلقى الفريق التركي العامل في هذا المشروع الدعم في أي مشكلة تواجهه من قبل اتحاد تكنولوجيا الفضاء التركي إرسال القمر التركي سيكون عبر صاروخ فالكون 9 وكابسولة الفضاء دراجون التابعة لشركة سبيس إكس ويعتبر هذا الحدث الذي تتجه الأنظار نحوه لحظة تاريخية ومهمة لتركيا التي تعمل جاهدة لتكون دولة رائدة في هذه الأنواع من الأقمار الصناعية المصغرة والمدارات الأرضية المنخفضة